نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع مجلس الوزراء وجامعة قناة السويس وجامعية مصر الخير قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات بمنطقة عرب أبو قاسم التابعة لمدينة القصصين الجديدة في الإسماعيلية يأتي ذلك في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي ودعم الأهل بالقرى الأكثر احتياجا بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية ونظم المجلس مع القافلة الطبية قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعم تستهدف بعض الأهل الأكثر احتياجا داخل القرى توجيه تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين قافلة فيها أكثر من 40 تخصص فيها أدوية كاملة فيها نظارات لرمض العيون فيها أسنان كاملة النهاردة ما شاء الله حسنا الفرحة في عيون أهلين البسطاء جينا لموقع الحدث بدل ما هم يروحوا للإسماعيلية الجامعة أو المستشف العام لأحلاج لنا بالقافلة فيها كل التخصصات في أماكن سكنهم عشان نخفف عليهم مشاق السفر جينا لخدمة أهلين مركز ومدينة الأصصين طبقا لتوجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جينا بالقافلة الطبية تابع المجلس القبال والعالات المصرية بدعم مجلس الوزراء وجامعة قناة السويس نهاردة جينا بالقافلة الطبية التي تطم كل التخصصات بطنة وجراحة وعظام وأنف وأذن وبها سيدلية متكاملة بها أكتر من 120 صنف يتم توزيحهم بالمجان على المواطنين نذكر رسيات الرئيس على الاهتمام بالشعب ونذكر وزارة الصحة ونذكر كل الدكاثرة والمسؤولين العاملين على هذا النظام ربنا يخلي لنا الرئيس اللي بيحنع الغلابة كلهم ويجيهم لحدهم يبعت لهم لحدهم